في وقت تستعر فيه المعارك على مشارف العاصمة الأوكرانية التي تسعى القوات الروسية إلى محاصرتها سقط قتلى وجرح جراء ضربة على مبنى سكني في كييف وفق ما أعلن جهاز الإسعاف الأوكرانية وكتب تجهزة الطوارئ الأوكرانية على حسابها على تطبيق تيليجرام أن مبنى مكونا من ثماني طبقات في شمال كييف استهدف فجرا بنيران مدفعية على الأرجحة ما تسبب بحريق تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليها في الوقت نفسه أعلن سلاح الجو الأوكراني أن طائرات روسية حاولت قصف مواقع دفاعية أوكرانية في منطقة كييف واعتبر مستشار الرئيس الأوكراني أن العاصمة باتت مدينة في حال حصار على حد وصفه وفيما بد استغاثة بلا صدى جدد رئيس الأوكراني فلاد ماجزلينسكي مطالبته بفرض منطقة حضر طيران فوق بلاده محذرا من سقوط الصواريخ الروسية على أراضي دول حلف الناتو أكرر مرة أخرى إذا لم يتم إغلاق سماواتنا فإن سقوط الصواريخ الروسية على أراضي دول حلف الناتو ومنازل المدنيين في هذه الدول ليس إلا مسألة وقت الصحفي الأمريكي براند رينود قتل في منطقة كييف وأصيب أصدقاؤه كان هجوما متعمدا من الجيش الروسي إنهم كانوا يعلمون ما يفعلون ولكن ليس كل من في الغرب يعلم ما تفعله روسيا كما دعى وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا الغرب إلى تزويد بلاده بالأسلحة وفرض مزيد من العقوبات على روسيا للمساعدة في منع دخول دول أخرى في صراع أوسع وردا على دعوات لإرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا رفضت موسكو هذا المقترح مؤكدة أنها تسيطر على الوضع ومع استمرار العملية العسكرية الروسية للأسبوع الثلاثة سرعت السفارة الأمريكية في كييف إلى حث المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور وطلبت منهم المغادرة عبر وسائل النقل البري إذا كان ذلك آمنا لافتتان إلى أن الإيواء في مكان قد يكون الخيار الأفضل للبعض جولتنا انتهت موضوعنا الأول أننا نتحدث فيه عن الصراعات وعن الحروب وكيف تغذي مشاعر الشعوب في الكراهية وبيصل الأمر في أحيان كثيرة إلى التحريض منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كيف غذت وزادت من هذه الخطابات هذا الموضوع من زواياه المختلفة نناقشه مع ضفنة الكريمة دكتور شريف الجيار أستاذ الأدب المقارنة كلية الأدب جامعة بني سويك مساء الخير يا فرمين وإهلا بك معنا في هذه الحلقة نذهب أدعوكم أدعو المشاهدين لمتابعة أولا هذا التقرير نتحدث عن الموضوع ثم نعود لنفتح حوارنا على الهواء أبو بشارت قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لسندوق النقد الدولي إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الهائلة على روسيا تسببت في انكماش التجارة العالمية ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة كما خفضت توقعات الصندوق لنمو العالمية وخفضت الصندوق بالفعل توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة وسطين والاقتصاد العالمي إجمالا في يناير الماضي مشيرا إلى مخاطر مرتبطة بكائحة كوفيد-19 وزيادة التضخم والطرابات الإمدادات وتجيد السياسة النقدية الأمريكية كما توقع أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 4.4% هذا العام بانخفاض 0.5 نقطة مئوية وقالت جورجيفا إن العقوبات التي لم يسبق لها مثيل المفروضة على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا تسببت في انكماش مفاجئ للاقتصاد الروسية وإن الدولة ستواجه ركودا عميقا هذا العام ولم تستبع التخلف روسيا عن سدد ديونها وأضاف جورجيفا أن الصندوق لا يزال يتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي في مسار إيجابي لكن مدة الحرب ستلعب دورا شديد الأهمية في تحديد النمو ومستقبل التعاون متعدد الأطراف ووفق صندوق النقد على تمويل طارئ لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدتها في تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة ومواجهة التداعيات الاقتصادية للنزاع مع روسيا ويتوقع خبراء أن يكون لتراكم الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا تداعيات على الاقتصادات في أنحاء العالم بما في ذلك الصين مؤكدين أن زيادة تضخم تعني أن تجهيد السياسة النقضية الراهن في الكثير من البلدان سيكون أسرع وأكبر من المتوقع وأضاف أنه سيكون له تداعيات خطيرة أيضا على بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكريبي وبعض بلدان الشرق الأوسط مثل مصر والكثير من البلدان في إفرقيا أثار إذن سلبية عدة منها الجانب الاقتصادي كما تبعنا في التقرير للصراعات والفروب يعني في كافة أو في مناطق مختلفة من العالم ولكن هناك أيضا كما ذكرت أثار أو تبعات اجتماعية نناقشها تفصيلين مع ضفنا الكريم الدكتور شريف الجير دكتور شريف مجدد لك التحية التحريض على العنف أو الخطابات الكراهية مرتبطة بثقافة ولا بشعب ولا بتوقيت أنا أعتقد أهلا وسلم بحضرتك الأول ومبسوط أن نتكلم في فكرة إزاي نزيل الكراهية على مستوى العالم أنا أعتقد مسألة خطابات الكراهية إلى تنتمي الأمة عن أمة أخرى أو شعب عن آخر الظروف السياسية بينتج عنها ظروف اجتماعية ثم ظروف نفسية تؤدي إلى مسألة الكراهية هنا أو هناك إحنا شايفين دلوقتي أن العالم كله يعني بدأ من 2000 ممكن نقول قبل 2010-2003-2002 بدأ من برجين الأمريكيين لما سقطوا بدأ العالم يأخذ منح جديد تماما وهو تصدير ما يعرف بخطاب الحرب بما يساوي خطاب الكراهية بمعنى أنه كل مكان موجود في حرب ينتج عنه تشتت ينتج عنه ضحايا ينتج عنه فكرة الكراهية بين الأجيال المختلفة إن كان ضد دولة أو ضد أخرى الشيء الأخير النهاردة اللي شفناه يعني بأنه كم يوم هما سألت وجود روسيا جوى أوكرانيا وفكرة إعادة صياغة الخارطة العالمية مرة أخرى لأن أنا أعتقد أن هذه الحرب بالتحديد وما تحمله من خطابات كراهية كان داخل أوكرانيا وحتى داخل روسيا هينتج عنه صياغة جديدة للعالم وده الواضح جدا في موقف أمريكا وموقف أوروبا تجاه هذه الحرب طيب تاريخيا أكثر حقبة شهدت كراهية نتيجة صراعات بين الشعوب أنا أعتقد أولى وحربة علمية تانية دي المتوافين فيها أو المستوى العالم ملايين فبالتالي كلما زالت الوفيات كلما زالت الضحايا تفضل هذه الأمور يعني مؤسلة مؤثرة ومؤصلة لمسألة الكراهية عبر عصول مختلفة وده اللي ربما موجود حتى هذه اللحظة أنه فيه شعوب حتى داخل تعليم نفسه داخل السلوك تجاه دي والأخرى موجود فكرة رسالة الكراهية نتجة عن حروب سابقة أنا أعتقد ما فيه عصر من العصور في حرب إلا ونتج عنه كراهية على صعيد أجيال مختلفة وده اللي بنحتاجه بقى أنه ربما بعد حروب مختلفة بنحتاج إلى عدد صياغة الإنسان مرة أخرى كان على صعيد تعليم كان على صعيد خطاب ثقافي يعني يدينا فرصة لمسألة السلام مسألة التهدئة مسألة فهم الواقع بشكل جديد عنوان اقتصاد وعنوان انتاج وعنوان ثمرة جديدة وبناء جديد أنا أعتقد النموذج الأخير الصراع بين الصراع الروسي الأوكراني والأوكراني الروسي أنا أعتقد أنه لم يقتصر على الدولتين دور هو صراع دولي بشكل أو بآخر القوى الكبرى بتعلن عن نفسها في شكل الحرب الروسية الأوكرانية لأنه آخر كلمة قالتها روسيا أنه في معامل بيولوجية على حدود روسيا وده بيهدد استقرارها عشان كده هي بدأت تاخذ حقها بشكل أو بآخر طيب المنصات أو وسائل التواصل الاجتماعي هل ساعدت في الأوينة الأخيرة بتكلم بشكل عام على الفترة الأخيرة في نشر ثقافة التحريض كونها كمان أن هي يعني مش تحت رقابة وأنه مسموح فيها حتى لنشر أحيانا أكاذيب ممكن طبعا طبعا لتأجيج المشاعر بين شعوب وفي الحالة دي هل ممكن تكون مقدمة لحروب ولا نتاج لحروب أنا بشكر حضرتك جدا لأن التكنولوجيا بتطورتها المختلفة ممكن استخدمها استخدام إيجابي ممكن استخدمها استخدام يؤدي إلى حروب ويؤدي إلى كراهية دفينة داخل مجتمعات مختلفة وخاصة فئات الشباب اللي بتعاملوا مع المنصات دي بشكل مباشر أنا أفتكر الآن 2011 وما مرت بمصر كان من 2011 حتى زي اللحظة جزء كبير من المنصات بصدم الشائعات وبعض الأغراض غير السليمة تجاه الدولة المصرية وبالتالي أرى أن المنصات دي فعلا دورها في غاية الخطورة إلا بشرط لو الشعب تربع لمسألة التعليم الناقض مسألة الفحص أنا أعرف هل ممكن فعلا دي إشاعة فأبطلها في أول الاستماع إليها أو أن أنا ما عنديش الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الإشاعات فتنتشر فتؤدي في النهاية إلى خطاب كراهية وإحنا شفنا حتى في أزمتنا في المياه مع إثيوبيا يعني جوانب كثيرة جدا ضد الدولة المصرية لعبت بمسألة المنصات الإلكترونية ووضع إشاعات ضخمة جدا بشكل أو بآخر كان الأساس أو الهدف منها أن مصر تقع في مسألة الحرب تجاه إثيوبيا عشان يسد النحط ولكن الخبرة المصرية الحينكة المصرية أنها أخذت الأمور بمسألة النقاش المسألة وفده هنا وفده هناك نتكلم نشوف الأمور تمشي إزاي وبالتالي مصر يعني مختبرة كل هذه الأمور أو فاهمة كل هذه الأمور بشكل أو بآخر وبالتالي أخذت الجزء السلام وجزء المدولة في سبيل الوصول إلى حل قانوني حتى تجاه سد النهضة بشكل أو بآخر أنا شايف المنصات في الفترة الأخيرة حتى على صعيد علاقات إنسانية فيها جزء كبير جدا بالتحريد فيها جزء كبير جدا من اللعب بمجدان الشعوب بشكل أو بآخر ومش المنصات بس ممكن جزء من الإعلام إن كان ضد دولتنا إن كان ضد أي دولة أخرى إعلام يريد أن يؤجج من مشاعر الدول حتى اللي موجودة في الحرب دلوقتي زي روسيا وزي أوكرانيا هتجد منصات كثيرة جدا جاية ضد الجانب الروسي مرة وضد الجانب الأوكراني مرة مرة الرئيس الأوكراني هو الغلطان مرة الرئيس الروسي هو الغلطان ده معناه إنه تأجيج الفتنة وتأجيج الشائعات اللي تؤدي في الآخر إلى زيادة حالة الحرب على مستوى العالم طيب إمتى يبقى فيه خطورة في نشر هذه المفاهيم وتصل إلى نوع من التطرف مثلا لأن الجماعات البرهابية استخدمت أو اعتمدت بشكل كبير على هذه المنصات وغيرها الخطورة لو إحنا ما عندناش وعي بما يحدث حوالينا خاصة في المنطقة العربية وخاصة في العالم لأنه ما فيش حرب في روسيا أوكرانيا ملهاش مردود لا أقول اقتصادي فقط ولكن حتى مردود أمني مردود الاستقرار على مستوى العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط وعلى مصر أنا شايف الحل في الوقوف ضد هذه الشائعات إنه أولا كما تفعل الدولة المصرية تصحح الخطأ ده على صعيد إعلامي وعلى صعيد منصات يعني رأس الوزراء كله بشوية تقول دي شائع والحقيقة بتاعتها هكذا دي شائع والحقيقة كذا والصحيح كذا والصحيح كذا وبالتالي هي بتعطي الشعب المصري والشعب العربي فرصة لمعرفة الحقائق ولكن مصدرها الدولة المصرية ده معناه كمان إنه الدولة بتعمل على قدر يعني الطاقة الكبيرة جدا في مسألة إنه كشف الأبور بشكل واضح قدام الشعب المصري أنا شايف بقى إن الشعب نفسه فئات الشباب نفسها إحنا محتاجين ندوم جرعات وعي جرعات فهم جرعات نقد لما يحدث إن أنا أستوعب إن دي إشاعة أو إن دي حقيقة فكرة التردد بقى على مسألة المنصات بمعنى أخذ الجملة أو أخذ الفيديو أو أخذ المقطوعة وانشرها أنا كمان بشكل سريع جدا فيؤدي إلى انتشارها بشكل شبه يعني يؤدي إلى خطورة بشكل أو بآخر فتضطر الدولة تدخل في مسألة التصريح بإن حقيقة الأمر كذا أنا أعتقد إنه التعليم عليه جزء الإعلام عليه جزء في جهات مختلفة كتيرة جدا إنها مش هتعلمنا بقدر ما إنها توفيدنا في مسألة كيف نقف ضد هذه الشعاعات بشكل أو بآخر كيف نفندها بشكل أو بآخر عشان الحقيقة تصل إلى الشعوب لا أقول مصر فقط ولكن العالم كله يعني خاصة في ظل حروب يعني متأججة في أكثر من مكان في العالم بعد انتهاء الحروب حتى وإنتم الصلحة أو يعني تهدئة من وطقة الحرب نفسها اختلف يعني المشهد السياسي أي حرب بتكلم على أي صراع في العالم بتخرج أعمال فلسفية وأعمال أدبية لتخليل الإعلام وقت الحروب أذكر مثلا أرثر بونس باي اللي عمل كتاب سنة 1928 يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بقد إيه عشر سنين تقريبا وضع فيه عشر قواعد اتكلم فيها عن الإعلام وقت الحرب العالمية الأولى واتهم بها أكاذيب عنوان الكتاب أكاذيب الإعلام وقت الحرب العالمية الأول ضمن القواعد تحدث عن أنه الدولة أو إعلام الدولة بتتهم دولة أخرى وبتقول أن هي دي المعتادية في حين أن الدولة نفسها هي المعتادية وأنه بيصل الأمر إلى أنه شعب الدولة دي نفسه بيصدق حاجة زي كده ضمن قواعد أخرى تسعة آخرين الإعلام إلى أي مدى ممكن أن هو يغير أو يكون ليه الأثار السلبية على المجتمعات حتى بعد انتهاء الصراع طبعا فكرة الصراع معناها وجود إعلام منتمي للدولة إن كانت مهزومة أو إن كانت منتصرة لأن الجانبين كلهم عايزين يبانوا قدام الرأي العام الداخل والرأي العام العالمي أنه منتصر يعني في ظل أوكرانيا ما هواخده يعني كارثة موجودة في أوكرانيا الآن يطلع الرئيس الأوكراني ويطلع وزير الخارجية ويطلع الإعلام الأوكراني يقول لا ده إحنا مدغدغين بقى كم دبابة وكم طيارة وإحنا منتصرين على الجانب الروسي مش هيدا يقولش كيف الإعلام هنا بيلعب بزء معنوي جدا في حالة الشعوب خاصة في لحظة الحرب إنه بيحاول يرفع الروح المعنوية للشعب خاصة اللون منهزب الشعب ده في هزين معرك أنا أعتقد الإعلام دوره الحقيقي هو كشف الحقائق ولكن في حالة الحرب لا يمكن أن أقول إن الإعلام هينشر الحقائق مئة في المئة لأنه لا يمكن أن يكون محايد في لحظة الحرب لأنه لازم ينتصر لدولته لازم ينتصر لانتماءاته هو إلا في حالة واحدة لو كان هذا الإعلام ليس منتميا مثلا إلى روسيا ولا منتميا إلى أوكرانيا فبالتالي بيقرر وضع حقائق أو بيعطي لنا آراء موضوعية عن أسباب الحرب بالنتاج التي يمكن أن تصل إليها المستقبل بعد الحرب الروسية الأوكرانية مثلا على سبيل المثال على مستوى العالم ممكن أن يصل إلى إيه نحن الآن في أزمة أمحي مثلا على مستوى العالم ككل نتيجة الحرب دي في هزة اقتصادية على صعيد بنك دول وعصائد حتى أمم المتحدة وعلى صعيد دول الإعلام الموضوعي بيناقش هذه القضايا النتيجة عن مسألة الحرب أنا أعتقد بقى الكوارس الكبرى الحروب الكبرى قرائطها لا تتم في لحظة الحرب نفسها أنا أعتقد بعد 10-20 سنة 30 سنة لما نشوف نتاج هذه الحروب على مستوى العالم تبدأ الكتب تخرب بتحليل موضوعي ولكن لحظة المعركة نفسها أنا بقى أوصف فقط بعمل ديسكريبشن للوور نفسها للحرب نفسها ولكن بعد فترة داي الثورات الثورة المصرية في 2011 قرائطها مش هتتم الآن قرائطها بعد 50-100 سنة يبدأ كاتب يشوف تأثير ده على الدولة المصرية والعالم العربي فترات طويلة وبالتالي أنا شايف الإعلام الموضوعي في ظل حرب بيكون بالصعوبة بمكان إلا إذا كان يعني إعلاما يعني نزيها وده المطلوب طبعا في أي خطاب إعلامي بيقرأ بشكل موضوعي أو يجيب ضيف عنده قدرة على التحليل الموضوعي لهذا المشهد الصعب خاصة في أوكرانيا وفي روسيا الآن طب استعاب الشعوب للتحليلات أو الدروس المستفادة من الصراعات بتكون قد إيه؟ ولا السوشيال ميديا أو المنصات الاجتماعية المختلفة أصبحت أسرع يعني كم من كاتب مثلا كتب زي آرثر عن حروب حزة العالم وغيرت خريطة العالم زي الحرب العالمية الأولى وكمان طبعا التانية بعدها كم واحد ممكن أن هو يعود إلى هذه الإصدارات أنه يعني يستفيد بها أو بشكل أو بآخر أنا أعتقد هنا فكرة النخبة المثقفة بمعنى أن النخبة المثقفة ده دورها الفعل في أنها تلتقط أي كتاب في مسألة نتائج في مسألة قراءات موضوعية اللي مشهد خاصة في حالة الحرب لأن الحرب معناها موت معناها اقتصاد معناها دولة يعني تقوم مرة أخرى ممكن تاخد خمسين أو مئة سنة على الأقل عشان تعود لحالتها الطبيعية ودور المثقف ده بقى لحدك عايزة توصل يعني تصل إليه أنه يبسط هذه المعلومات بشكل أو بآخر للشعوب المختلفة لأنه مش كل الشعب عنده القدرة على استقراء حرب القدرة على استقراء حتى كتاب بمفهوم كتاب فلسفي عن الحرب العلمية الأولى والحرب العلمية الثانية وهنا بالمناسبة بقى الخطورة في دور السوشيال ميديا أو في المنصات الخطورة أن المنصات دي لا تنقل الصورة بشكل موضوعي ولا تنقل إيجابيات أو سلبيات حتى هذه الحروب على مستوى العالم فيؤدي للأسف خاصة في قطاعات الشباب اللي بتعاملوا مع السوشيال ميديا من غير وعي لا أقول الكل ولكن يعني معظم أو النصف هنا الخطورة بحد ذاتها يعني ما فيش وعي ما فيش انتقاء للمعلومة ما فيش فارز للمعلومة الموجودة أو الإشعة الموجودة فبالتالي دور المثقفين على دور تعليم على دور الإعلام على دور الوزارات المختلفة زي وزارة الشباب وزارة أثار كل هذه الوزارات لازم تعمل في اتجاه إن كيف نحارب الإشعة وأعتقد محاربة الإشعة هي محاربة فكرية بمعنى إن احنا ننمي الأجيال اللي جاية بعدنا والأجيال الموجودة دلوقتي على مسألة النقد بالفكر النقد بمسألة موضوعية أو رؤية موضوعية للمشهد المطروح الحروب أو انتهاء الصراعات إزاي ممكن تترك المكان بعد انتهاءها بدون التأثيرات السلبية اللي بتحصل يعني زي حرب عالمية جات بهتلر حرب تانية قلت إيطاليا تنتشر فيها الفاشية على سبيل المثال في العصر الحديث أو العصر القريب دخلت الولايات المتحدة ومعها كم دولة العراق تركت داعش وتركت الإرهاب اللي لسه موجود إلى الآن طبعا أنا شايف أنه ما فيش حرب على مستوى العالم مش هتسيبه رأس البيات خاصة الحرب القصدية الحرب المقصودة يعني وجود الولايات المتحدة الأمريكية من أول العراق فسوريا فليمن فقبلها فلسطين كل الحروب دي مصنوعة عشان نوجد في الآخر ما يعرف بالدولة الإسلامية لها عمرها ما تكون دولة إسلامية وفكرة داعش بشكلها بآخر لأنه دي سياسة هي ما لش عراقة بالدين ده تسييس للدين في سبيل وجود الهدف للدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط قصة السيطرة على البترول في اتجاه إعادة صياغة المنطقة العربية وتقسيمها مرة أخرى بما يتلائم مع طبيعة إسرائيل وبما يتلائم مع طبيعة الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى ومصالحها في الشرق الأوسط لأننا عايزة أقول لحضرتك حاجة ما فيش حرب تقوم كده بالصدفة ما فيش حرب بالصدفة الحرب مخطط لها نتيجة لأسباب إما أسباب اقتصادية أسباب نزاع مسلح موجودة في منطقة فعايزة حضرتك تغذي صف في جانبك ولكن أعتقد في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد كل الحروب اللي تمت في الفترة الأخيرة من أول الألفية الثالثة هي بسألة توازن دولي داخل منطقة الشرق الأوسط ممكن توازن دولي إن إسرائيلي بقى لها دور أقوى شوية ضعف بعض الدول محاولة إضعاف بعض الدول ولكن الحمد لله مصر انقذت من هذا بعد 2011 الدولة كانت فهمة اللعبة السياسية على مستوى العالم أنا أعتقد النتاج في الآخر هو الوعي الموجود جوى الدولة وقياة الدولة كلما كانت قيادة الدولة وعية بالمشهد قارئة لاستراتيجيات الدول الكبرى وتوازناتها ومصالحها طنطية الشرق الأوسط والعالم حتى أعتقد أن الدول هتنجوا بهذا الطريق أشكر حليك شكرا جزيلا دكتور شريف جيار وساز الأدب المقارن كلية الأدب جامعة بني سوي شكرا أشكر حضرتك شكرا بعد الفاصل أحمد عتابي يستعرض مع حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء بعد ونرجع نكمل حلقات موسيقى 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 موسيقى